يقول كان معي أخ في الحج وتلفظ بسب الدين أعوذ بالله أعوذ بالله أنا أعجب في الحج يعني خرج لحج بيت الله الحرام ويسب دين الله سبحانه وتعالى من علمائنا من يقول سب الدين كفر كفر أكبر يخرج من الملة سب الدين كفر أكبر يخرج من الملة ومن علماء إلى من قال بل يجب أن يذكر وأن تقام عليه الحجة فإن أصر بعد ذلك على سب الدين كفر كفرا أكبر يخرج من الملة وإن قال لا أعوذ بالله لا والله لا أقصد أن أسب دين الله وإنما هذه اللفظة خرجت مني كسبق لسان إلى غير ذلك أو كدليل كدليل على ضعف إيماني في قلبه تلفظ بهذه اللفظة في حال قلق أو في حال غضب إلى غير ذلك فإن تاب إلى الله سبحانه وتعالى واستغفر الله عز وجل وندم على هذه القولة الشنيعة واللفظة الفضيعة فأرجو الله أرجو الله أرجو الله أن يغفر له وأن يتوب عليه أرجو أن أحذر من هذه اللفظة قضية سب الدين فسب الدين كفر قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم فلا تستهينوا بهذا الأمر الخطير سب الدين كفر كفر يخرج من الملة فأرجو من المسلمين الذين وقر الإسلام فضلا عن الإيمان في قلبهم أن يحضروا التلفظة بسب الله جل وعلا أو بسب دين الله جل وعلا أو بسب رسوله صلى الله عليه وسلم فهذا كفر أكبر قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم هذا حكم الله تبارك وتعالى فإن قال الرجل لا والله لا أقصد ذلك بل أستغفر الله وندم على هذه اللفظة التي خرجت منه أو خرجت من لسانه فأرجو الله سبحانه وتعالى أن يغفر له وأسأل الله أن يثبتنا على الحق وأن يجنبنا الزيغ وأن يجنبنا الزلل إنه ولي ذلك والقادر عليه